أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض مزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفقدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أمزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم ذي المهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإسم وباطنه إن الذين يكسبون الإسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مسله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب سديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يسرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغ لا جلل الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينزرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني زر رحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من زرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عمل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليك سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من سمره إذا أسمر وآتوا حقه يوم حصادي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سمانية أزواج من الضأن سنين ومن المعز سنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أما اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل سنين ومن البقر سنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أما اجتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن ابترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعمي طعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وفسق إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قولهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو ساء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن سهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصفاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغا شدا وأوفوا الكيل والميزان بالكست لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي حسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا هو تقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رأستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أمزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان وإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يزلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاة ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة مزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات يبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية نهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظلمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تذكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك لا تسجد إذ أمرتك قال لخير منه خلقتني من نار وخلقته من قين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغر قال أنزرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستكيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مزعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبذي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالد وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدم مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهلطوا بعضكم لبعض عدوهم ولكم في الأرض مستقر ومتاع للحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تفرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزيع عنهما لباسهما لوريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل لمر ربي بالقسطة وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى واصلع فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وسهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوج وهم بالآخرة كافر وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن نفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويل يوم أتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إشلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا سقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملؤ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أعلم من الله ما لا تعلم أواجبتم أنجاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينزرك ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد نفهم مودا قال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملؤ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظلك من الكاذب قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أواجبتم أنجاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينزركم واذكروا إذ جعلكم خلفا من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كوت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم لجس وغضب أتجادلونني في اسماء سميتمها أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من الممتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمودا فهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُزَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَى مِنْ بَعْدِ عَدٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُّهُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِيطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَى اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَوُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُدِعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرٌ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنَّمْ لِرَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُتِّنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قُومِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصُحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ولوط النس قال لن قومه يتأتون الفاحشات ما سبقكم بها من أحد من العالم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتهم إنهم مناسية طهر فأنجيناه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عقبة المجرمين وإلى مدين أخوهم شعبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراطين تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين